خليناها فاش نورا كتقول باللي انا ومبعد يومين غدي عيت لي عمار وغدي يقول يا بغيت منشوفك اخترنا عمار كاسم مستهار اللي انا وغيت تكرر عندنا بزاف القيصة تلاقينا وقال لي يا نورا انا كنحسب راسي باللي انا وما نقدرش نزيد نعيش بلا بيك انا باغيك للحلال اذا بغيت تكملي معي حياتك اراجي نخطبك من دابا ما عايش ما غدي نقول لكم الشعور والاحاسيس اللي حسيت بها اول مرة غدي نعرفها اذا هو الراجل اللي بغيت قل لي يا نورا انا بغيتك من اول مرة شفتك وهدي غير ثلاثين باش عرفتك وقلبي ما تحميش انه يبعد عليك قل لي واش متأكدة عمار قل لي بغيتك دي ما تعيشي معي قل لي نجيك الصراحة حتى انا حاسة بنفس القضية قل لي وعطني المرة دي الباك اعطيتها لي وز التلفون ودرسي الفي وصفته الواحد اختو اللي باقي غدي نعود لكم قصة واللي هي اللي لعبة دور الباترونة في هذا الفيلم قدامي صفت لها طويرة ووجو اللي قل ليها فيه اختي شوفي هاد البنت عجبتني شو بلك فيها هو راي حاوض لها وقال ليها القصة جاوبة ديك ساعة بيلي فيها بللي انه بنت الناس غردتو كل الله انا فرحتي صراحة انا ذاك كانت فوق الصحاب وما عندهاش تمان هابت منطه موبيل مشيت للدار عند ماما هاجي تسمعي الجديدة الواليدة الوالي كامشو عنده القزار رايشفني وعجبته وهدي 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 قلت لي الله يا بنتي فينك تعرفي باش انك تنوضي تديه وتقبلي لا يا ماما اعمرني محسيس بحال هاد احساس انا دا بمستقلة وبخدمتي وبداري وبأموري اللي كلها مضبوطة ولكن فرحتي ما زال ما كملتش حيث هاد السيد عجبني وبغاني وحتى انا كذلك كيفاش المعقولة بنتي ونتي يلا تلتيام باش كتتعرفتي عليه قناعتها في الزوج تقايق ديك ساعة مشا تدوز مع ابا وقالت لي رغادي يدوليك واحد سيد هاش نبغى من النورة قال لي هاو هي هادي الله تسعى شهور باش تلقاته واش متقنى من هاد السيد انا فاش قناعت ماما هي اللي كان خاصة انها ضروري تقنع ابا وبا صراحة ما كانش واحد لي وصعيب باش انا كتقنعه كبر معانا بحل صاحبنا قدروا نقول لي اي حاجة حسابتنا ديالي كونت ديالنا ديرنهم مع بعضنا يعني ما كانش اللي يعني ما كانش اللي فرقني عموما على وليديا هو واحد دو قال لي واش متأكدة انا عيت العمار وقلت لي صافي صوني على ببرة حنا عطرنا فعلا دواليه سلام عمي لا بس كل شي باخر اراني شفت بنتك وصراحة عجباتني وبغيتها على سنتي الله ورسوله وكان وعدك انا ننذيرها تاج من فوق من راسي سطروليام زيان على هاته تاج فوق راسي قال ليه ابا شنو غادي نقول لك اذا كنت معقول وولد الناس ارى بنتي درويشه وما غاديش تشوف منا حتى شعيب وما تلقاش ما هاته شي مشكلة اها عمي راها عودت لي القصة ديالا قال ليه وحتى انا عمي اراني تزوجت وصبرت وضربت المرة وفي الاخير تلقس غير كونهاني ما غا يكون غير الخير وعمركم ما تشوفوا مني العيب يكون خير ان شاء الله اجي وحن الله دواليه معا هالحد اثنين تاع الاسبوع الاخر جاي باش انه يخطب نحن في الدار عندما يتخرنا ووجدنا كل شي لك الشي اللي خاص كيف مما خاصه يكون وانا فرحانة بغا نطير بالفرحة الصباح دلالتنين عايت لي باش انا نمشي ونشره الخواتم ديال الخطوبة انا تنقول الله يا ربي الحبيب جبت لي الرجل اللي تمنيته وعيني تخيلوا معايا كانوا تايبروا بالفرحة نشرنا الخواتم وكوموضة حلوة بسميتنا وفرحان وشرى الورد مشيت للدار نعاون ماما قادينا الحمبرقوق وقدجاج الحلوات الدساء المهم جوا في الاشياء جاب معاه والده اللي كانت عنده خمس سنين ووالدي حتى هو كانت ما اللي تعرفوا على بضياتهم وكانوا تيلعبوا ومعاه هو ما عندهش العائلة هنا في هالدولة غادي عيط على صاحب تخته ورجلها والي جوا عندنا وعيط على والدي في ابل فيديو لدوا مع والدي ركبنا لخواتم وكل شي دازم زيان والفرحة كانت كبيرة لأقصى درجة من بعد اسبوع قال لي انا مقطع خدي المغرب وعندما نقوم بإجراءات الزواج هنا سيخصنا 3-4 شهور وانا ماذا بيا انني انتك معايا مرتفة دية ونبقى فرحة ومطمأننا لك قلت له صافي سيد معقول وولد الناس بغي يدير كل شي ضغية ونبغي شي تفلة قال لي انا ندوي مع اباك اذا خليك تبطي معايا المغرب نمشي ونبقى العقد تماما ودك ساعة انت ترجع في حالك وانا نكمل كونجي ديالي حتى نجي ونبدأ وحياتنا صراحة بيني وبينكم فكرة كان طالد ولكن انا بقوة ما فرحانة ونجدت رجل كيموت عليه وكان موت عليه وانا نقول اخير اهل اي حاجة واذا نظركم كان شو واحد غدي يموت على شو واحد في السيمانة اهدرت معا ماما وقلت له الله يرحملك الوالدين ارا عمر بغي يمشي المغرب خليني نمشي معاه وانا انا نمشي عند عمامتي ونضير العقد تماما ونرجع في حالي قلت له ما سوف نقول لك بنتي نورا هذا ما سوف ندري فيه ماشي هو عدك وانا نضبع راسك تحملي مسؤولي تكراك كبيرة ذلك الساعة اهدرت مع ابا وقلت له الله يرحملك الوالدين بغي تنظر معك في الحشي يا امي مشا عنده وجاب في الدو حاولي مقرد ونقذ في الميكات قلت له معانا واشرب معانا قاتي قال لنا انا قطي المغرب واذا تقدر امي تمشي معايا نورا في الطيارة ونضير العقد ونقطع عليها تعود الترجع قلت له بابا وقلرة كم زربتوها ولدي ولكن شو غادي نقول لك اللي بغيتو وراهنورا كبيرة وعارفة راسك مكدير وحتى انت بعقلك ودابرة كنتي بحل ولدنا قطع لي وبما انه عنده داره وعندي داري قلت له فين بغي تنسكنه قلت له داري حسن من ديالك حيث كنت تلغير على الخضورة وكل هاش راجم طلقت دار ديالو وفي نهار واحده الزرحيلو وجمعت معاه حويجو وجبناهم الضاري حتى انا كل شي في السالون مشيت شريت حتى وجهات الجداد وانا فرحانة سلمت على امي وعلى بوقت علي الطيارة ومشيت معاه النيشان عنده 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 ربعات ديال الخواتات ولكن واحدة هي كانت المفضلة ديالو هي اللي قلت لكم في الاول باللي باترونا وحاكمها تخيلوا معايا فبالواس مغي يديني مباشرة عند مو يتجمع عندها كل شي انا ضداني عند ديك اخته الباترونا هو اصلا فمو قال لي عندي اختي وحدة كانت تفاهم معها اي هذي اما الاخرين ما كانت تفاهموش المهم قبل ما ندخل عندها عمرت الساكه علاقة بالهدايا الخطو تغدينا ازني الدني عند عمتي وقالي اغدى الصباح سنجي من امورك كل شي بالحب وبالاخلاق والحنان والطرافات ما نحود لكم على طيبوبة فيه وانا فرحانة وانا معاه كل شي غدي مزيان فرحان غدي نزوجو لغليد داني قد دينا ورقينا باش ماشي نحطنهم عند العدول وماشي ننوجد الشي الليلة فيها يتجمع العائلات وراف بلاس وليدية كانوا اماماتي ورجالهم اما والدي كان معاباك يدوصف معاه المهم سنينة ذاك العقد بوحد السرعة ذاك الشي نغم المون كانت ياخد ثلث ايام حنا في النهار كل شي قضيناه وانا وراغ نطلاقي اللويل وكنت باقة صغيرة كنشوف من اللي انا وكل شي تيبغيني وكل شي مزيان وكل شي حنين عليها دوجنا وديت بو اخينا لن راجلي تنبغي ما سولته على صداق لاحت على شي تفاصيل واحد اخرين انا بالنسبة لي الماتريال ماشي شي حاجة ليه مهمة لانا وربي رزقني من عنده انا انسان اللي خرجات ودارت وكلات وصفرات شبعانة وليد الحمد كان بالنسبة لي انا لنلقى غير سند وحب راجلي نوقف عليه ويطبطب عليه ويبغيني 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 يا ولدي وانت اللي فولده قبل ما نهبط كسيت ليه ولده من الفوق اللي تحز المهم درنا ذاك العقد ورجعت عامتي قلت ليها غدا عمار وعائلته غادي جيو يتحشون معنا انا صراحة ما كانش همني انا نذير شعر سوي شي حاجة كبيرة لاغدلي قادين العشاش لادار بسطيلة وقادين ثلاثة نتعة طوابل جاوا وعائلته وجايبين هدايا وكبر بيا انا مشيت للسالون لبس الكتوى بيضا وطورنا ونزل علي ربي وحد السر كل شي كانت يقولها ليا فرحتي اللي كانت واخد لي قلبي طلعت لي على وجهي كنت نقول سبحان الله هذا عوض زويل من عند مولانا اعطاني حشالة في درهم ديالي في صداق وقال لي ما شي شي حاجة مهمة اه نورة ولكن را الايام ما بيناتنا اه عمار انا قاعد مهم مني الفلوس المهم هو نكونو انا ويك فرحانين سالات الليلة مشا مع عائلته انا بقيت عبيتها مع امامتي قال لي تلغدون جين هزك دابر عائلة خاص لانا نوصلهم ماشي مشكين لاغدلي جا من المورايا مع ديك رحداش قال لي راني شديت واحد لوطين نمشي وليه منرسحوا فيه في الطرق قال لي ما اعرفش وش داك الدهي بوجد لي الخاتم ولا باقي حيث من غير الخاتم اللي دوجنا به من شراء خاتم واحد اخر اللي هو عادي بحال 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 ديالي بحال ديالي ولي كتب فيه اسماياتنا انا اعلانيتي هزيت لكارت فيزيت اللي كانت عنده محطة غرف الطموبي و هزيت التليفون تنطبف النمرة باش ندير المكبير الصوت ونخليه ويدو حي تشيق مع دوز ديك النمرة برب لي التليفون مني تضيح تتلاح وبذكي غوت عليا كتعيطي للراجل باش تدوي معاه واش انتي حمقى تلاح عمر تهدن انا راني تنظور لك النمرة حيث انت صايق وانا ما نمويش اصلا ندوي معاه اذا كي غوت عليا كي غوت وكي يدخل في الدين وبغي يدخل في عباد الله في التريك انا اتصدمت تكمش وسكت في ذيك اللحظة تنقر معه راسي وايلي نورة محمنتي اهد الراجل عصابي بزاف مشينا لدك الوتيل بديتنبكي جاء عندي ما تبقيش عذاك مع الصبا انا راني دير بحالك وما تديش عليا سمحيلي ايه المهم دوزت معا ديك تلتي ايام تماما ومبعد وصلني للماطا رجعت في حالي وخدمتي وقضيت لي حواجه ورتبت الدار وشريت الفراش بعشر الاف درهم باش فاش يجي يلقى ذاك الشيلي هو زوين بزار فرحانة مشي تكنت قد هو تماما معاقته كيتتعامل في شكل وما تسويش على يومين تلتيام بديتنقول ليش هو تيذير بحلاكة بديتنكتشف بلي انا وشخصيته الحقيقية خيبة ديال انا وكي يبغي ان تتقلب عليه وتتولي فيه وتتبرزط عليه هو قبل من يومين ما يجي سفتليها الفين درهم كتلي هادية عمر اعطيها الوطار بلدك يشري بها شنو ما بغى حاجة شكا قال لي هو مزيار او بغيش نحسسو بلي انا هو ارى بصح مزيار انا معاك ولي ديالي راتيارك فرح وعجبوا الحال ورغم ذلك تعيت لي مرة في النهار وغير بالزربة ولي كتب ليشي ميساج ومشته النهار كامل غاديجي ولكن قبل فجأته حمرت لي الدار بالوارد وجبت لي جاكوزي وجهت الطبلة لي كانت حامرة بالماكل وقديت حالتي مشيت نجيبه من المطار فاش دخل الدار تصدم ديالك شي ديال الافلام فرح دوزنا اللي كان زوانا ما كانت تنساش وكبرت بيه واجه من المغرب ومجا بيه حتشان معاه صباح صباح جاوا الناس اللي قادروا يدك شي وهو هزوه هزو تلك الماتيريال ديالهم خرجنا احنا في العشي ومشينا عند اما ومشينا عند ابا وقلسنا معهم وهنا بدت حياتنا او لا بدى الروتين ديالنا اليومي الحقيقي كان فيق قبل منه بصباح كان وجد لي الفطور وكان خرجوا بزوج لخدمتنا كان حطوه عاد انا كمشي لخدمتي بعد المرات في الصباح كان قادر لغضاء وكان اعطيه ليه او اذا خرج بكري كمشي كنشريه ليه مسمك وكمشي كنت تليه المهم كنت كتتتعامل معها بحب وبالتقدير وعطيها قيمة ليه كبيرة غادي معها مبنيتي وعيشها مع الحياة هو بدأت يجي عندي ولدي الاسبوع اللي فيه تيجي تنحسب واحد الغيرة مفرطة من عمر من جهة ولدي كتتتعمل معه خيب علش مشيتي تنعسيه وبقيتي معه علما انه والولد عند وربع سنين وجبت عليها رجل جديد يعني خاصه يتأقلم حتى هو وبشوية بشوية بشوية عمار كان ما كي يتعاملش مزيلا مع ولدي وكان دير راسي ما شفت والو حتى بدأ كي يغضب بزاف على والو ويدراسه مع الصبب وديمتين دي المبادرة اللولة باش انا نطلحه جاعد ميلادو في شهر عشرة درت ليه مفاجأة وقطعت ليه بي نمشي والوحد دولة واحدة اخرى أوروبية قدرت لي واحد البوكاديا الورد وصفت لي حتى الخدمة فيه تيكي انتع طيارة فرحوا قل الساعتين عاد دولية قل يا والله حتى انا مستوم بخصوص هذه المفاجأة وراني فرحان ماشي نالديك الدولة ورحنا حتى كانت تفاجأ كتعيت لي واحد السيدة في الفيسبوك كتقول يديتي لي يا راجلي وانتي سابب باش فسخنا الخطوبة دينا قلت لها الله يهديك انا راني ما اديت لك ش الراجل ولا حتى صاحبك سوّلتو شو لقصة نتعد خيتي قل يلا والو ركن على علاقة وغادي نزوجه ولكن الوليدة مبغت عشو سالينا ودبايا كتعيت لك كتشفت بلي انا السيد كان معا عامين قبل وموجدين باش انا هم مديروا الخطوبة ومعربني التريتر وكل شيء وهو غادي نضيعي طليها وغادي يقول لها سمحي لي ما غادي شنتيك لانا واخته الباطرونة مبغتها اوه هي اللي كانت كتحكم لي في حياته يا اه يا لا وغير تلت يام قبل ما يعرفني فسخ معها دي خطوبة دي ما كتعيت لي قدامي وقدمها بسواع وقدمها بسواع وقدمها في خوته وفي والديه وكتكحل اللي قلبه على العالم انا غير انا كنت عندها عزيزة ولكن لانا وكنت كنصفت لها الفلوس والكضويات ولالي اولا الولادة وكان عاملها مزيان كحلت لي حتى انا قل انا قلبي على خوتها الاخرين كدولي حتى شحد ما بغاك وراء انا قلقوا فلا نقبل منك اللي كانت من ضحايا دي العمار المهم دوزنا ديك ربع ايام في ديك الدولة وما خليتوا يخسر حتى فرنكي بنجيبو حيث كانت هدية مني لي خلص طيارة الوتيل مكلة ترانسبور باش انا انا نفرحو فاش رجعنا مشي تشريت لي مجانا بألفين درهم وقديت لي واحد للطاخت ودايما انا اللي تنفرح به دايما الدار مجموعة والمكلة طيبة ديال الدار ودايما الفطور والغداء ديالو واجدين حواجو ديما مصبرين ومسلوحين في براستهم ارجعنا في حالنا اليوم غدا دينا كانت دابزو على اوالو حيتاش هو اللي قالها خاصة تكون نقلسو نقلسو نوقفو نوقفو نخرجو نخرجو اللي بغان نديروها وما يحطرمش القرارات الجولي انا اللي كنت نصبر الراسو تنقول هذا هو الزواج خاصني نتاقلي معاه باش مما كان تل واحد النهار قلت لي ما مرأ همون الضار ديالناس يكري دارولي في التحت اذا بغيتيها هو اسمعها بقى عليا والله يخالي في هذا الوقت جاءت نحن عرضه من عند خوف واحد دولة اوروبية اللي قلت معاه خمس ايام فهذه المدة انا حملت لانا وقل لي وقفي الفانيد خاصنا ضروري نولده وانا بغيت ولدتي كبره معايا وخاسي دي قلت صافي هذا راجلي كان بغي وكان نموت عليه وغادي نولد معاه حبست الفانيد وحملت هو فرح وكل شي عجبه الحال وطلقت الضار اللي كنت شدة ومشي نسكننا قدامه مفتكن ديبليكس اهو بدا كيت تغوت معا والدي وكي يبزقلي على وجه وعزاكم الله اول بداية ديال هادشي انا والدي كانوا استخسر والدياله وعمار بزقلي على وجهه وضربه في الزنقة وخسر مع الهضرة قال لي يا نورا اهد الولد هو اللي غادي يكون السبب باش انا نتفرقه واحد النهار هو والدو فاش يجي عنده انا كنت طلافيه وكان دوشليه وكانشي لي اللي بغا والدي فاش يجي عندي كيت تعدالي عليه انا هزيته بطبيعة الحال وحطته في موبيل ووديته عند ابباه قلت له اعفاك فلا نخلي مع معك واحد سيمان الله يرحم ليك ببك انا غادي نسافر مشيط لتدار وبيتكانبكي مادرتش عصيبار اللي راسي في ذلك اللحظة اللي دار بحالها كاك الولدي قول لي يا بلي انا وكان خصكي توقفي فجوه ودقول لي انا وياك سالينا كان خصني ندير لي الحد باش نوريه بلي انا وهادك ولدي اول منك انت ولكن خدكم كانت تخاف منطلق كنت نقول كيفاش غادي نعود نتفرق مع راجل مرة اخرى وانتنبغيه لقد راسي تعلقت بي تعلق لي كان مرعب وليتكتب لي حياتي كل ها دائرة عني مشي طلدات كان بكي و هو جلحق عليها و بدي قول لي انا مادرت لك والو و اولد ذكرها و اولي قبيبيه و اناش مو دار لي كعمار مدربوش ولا زيد حاملة دوستها لي وسمحت لي او سمحت لي و قولتك ان اقضل معها هدراء زوج يقول لي اصافين سالي وبسلامة دوست معها العمل لولاني اسود اذا فرحت معها هارو اللي زوج لبقية كلها غوات هرست تليفونات بسيات كيعير فيه و كين كدالية ما تخرجيش هنا ما تمشيش هنا ما تمشيش هنا ما تمشيش في والدي وبيتك ومشاهدت ذاكري من البنكة 25 مليون ومعها كانت واحد الأرض في المغرب وبيعها قال لي الله معي سأذهب بني تماما من المشينا أخته أعطيت له هي البلان كان يديني معاه تشوف الأراضي ولكن بشرط خاص أخته ديما تكون بجنبه وهي اللي تقرر له وأنا ما نعطرش عجبتني أنا وياه واحد الأرض فتشاول مع أخته قلت له ما تصلحش لك ما تستفد منها أي شيء قلت لها لم أتهمني هذا الشيء المهم هو أنت مباغي وأنك تكون فرحان في الأخير ذاك الليلة أنا قلت بس عند أمتي وهو قلت مع أخته قلت صباح نمشه عند النوتار لم أعرف ما قلت له ذاك الليلة قلت لها بقيت في الطموبيل لم أقل لها يلا هبطي معي قال لمو أعطني كارب كامي وهذه ومشادر الأرض في اسمه وانا خلني كاسا في الطموبيل أرجع وقل لها مبرو كامي كتبت لك الأرض في اسمك أنا بحيل أعطني شيء ترشا تضمت وما قلت له وذيك أخته كنت تقفيها بثاف ولكن كانت هي حريمية عافية من تحت الرماد ندخلنا للدار وقلت لها بقيت في الحال حيث لا قلت لها علما أنه ما عندي شنا مشكلة لم يكن أولى بأي شيء من غير هذا الشيء أنا كنت ديما مشبعة والدي هدايا وفلوس ووقت تما حتاجوا شيء حاجة تعيطوا لها أنا وكان صفت لهم وما تقولوا هش ليه لماذا؟ لأن هذه الأفعال بنتهم واختهم كانت تقول ليه ما تصفت الوالدين راح عندهم لم يرجعنا في حالنا قربت الأولادة ديالي وكان عندنا واحد ستة ديال مليون في البنكة ديال المغرب باش نقض السابع ديالي ونقض أمور ديال الولادة خطو البطرونة قلت له راح بنتي قدي تزوج وداري ممسلوحة وما كرهتك شا عمر تسلفني شاورني وقلت له صافي أعطيها منهم ومعاك نقضي الأكارت لها ديال البنكة حيث شاورني كانت مزر كتاليه ثلاثة ديال المليون وحيث شاورني موجودة ليه واحد الورقة فأخلاها عنده خطو البطرونة نقض السابع كلها نهر وابغي يخلص الكريدي اللي عليه مرقاش منه ما عتبهاش نقض السلف باش كم من الأرض اللي كانت شاتب الريبة وما يكون شراضي على هذا الشي خطو البطرونة وانا قريبة نولد وقاسة من الخدمة وما عندناش الفلوس كان عندي غير كونجر ديال الأمومة كان يعطوني واحد الخلصة اللي كانت قليلة بزاف صدقت ما ذكت لها سابع لا تشي حاجة وانا عمرني ما طلبت منه ولا قلت لي شريليه ولا اعطني بالعكس انا اللي كان عاونه وكان شري معاه وكان دير معاه حويج والله ما تكفيني فيهم حلقة ديال التفاصيل ولدت شريت البيجاما عادي من السنتروفيل وشريت البنتي فين تنعس وصافي رجعت لداري يومين من بعد عيط لديك أخو اللي في البلاد الأخرى هنا في أوروبا وقال لي رابنتي عندها مشكلة عليك شوف كيفاش تدير تهزها من الدار ووديها تقلس معك في دار كبيد ما نضبر لي على حل ندخل عندي لدي لدي البلاد وشوفوا على مغامرة ماذا سندير سنطلع لبيت الماما ونزل الكارت ديال أختي والباسبورت وهبطت عنده وقال لي هالكارت والباسبورت في أين أختي ونصر بأي لم أكن فكرت عن نروحة لا يوجد عواقب أو حمس لا يوجد فرانك قلت بأي قطع طيارة لدينا وكانت كبير قطعت له وعطت له 300 أورو لدينا 3000 درهم هي التي لديها في جيبي وعطيت باسبورت لدينا لا يقل لم يقل قطعه والباسبورت والباسبورت كل شيء فرحان كل شيء شكرا لنا لأنه لا يخطيك ومعنى شيء أحد يستطيع أن يفعلها معنا ومشاهد ربعيين مع أخوه في البحار وتشماش ومسوق لي وما يدوش لي وانا يالله والده يعني بالنسبة لي انا اي حاجة كنت نفعلها هو واجيبة وما بقاش كي اعتقه ما لديه قبل ما يجي شريت له كادود يلعيد زواجنا اللي كان علاقة الحال اللي انا وما كانش عندي فاشجا وعطته لي والله ما جاء بليا ولادت لي حتى شي حاجة حانياتهم قلت لي سير على الله قال يجين دروو الولدي يعيد ميلاد الشينات طارت حيث شو والدي وولده عندهم نفس السن وقدنا عيد ميلاد وقلسنا مع العائلة مع وليديا ومع واحد السيدة كانت جينة من العائلة وحش فيو حنا تنضحكم لهين والده عطى طرشا الولدي درري صغار ديما مناقشين انا ما كانت تسوقش لهم الناد نقص علي وقال لي يا والدك ما مربي شو دير وفعل وولده بدأ يبكي قال ببارة فلان ضربني ووقف علي قدام ماما وعمتي وحنا فرحان يبدأ كعيد ميلاد قال لي شفتياد ولدك سيبقى ديما بحالك حتى شي نهار نسالي معك بسببه اخرج ولكن حاود ارجع انا عاد والده بنتي عندها تسعيام بديتني ترعد وانا نقول ماما سمعتي شو نقال لي يا دخل ووقف علي قلب علي لي ذلك الطبلك كاملة قدام كل شي كتدري فيها مورا ظهري كي غوط انا طحت على وقفتي ماما ضربتي الدعم على واحد الزاج وكاد قول ليه ما تغوتش علي قدام كل شي بدك يسب فينا كاملين وانا كل اللي روحب وكنشوف غير الزاج كيت ترس قدامي والغوات جاء البوليس حيتاش سمعوا الصداع هدنا هم وشاوا انسان نرجيسي ما احترم حتى شي حد ما قدر حتى شي حد ولا حتى شي حاجة قتال هادر مع وليدي واللي مشاوف حالهم عزيز بنتي وطلعت لبيتي ومعايا ولدي اللي كله كيترعد وكي بكل درجة انه امرض ولا كيتبوه ولعزكم الله في حواجه وهي ناس بالليل خاصني بقى صهرانا معا ولدي اللي اذا قال غير اه خاصني نكون معاه باش عمر ما يدورش فيها هو ولده كي امراض كيوقف معاك يدير الطبيب وكيبول في الفراش وكا ندوش ليه ونبتليه ونمسح وندير كل شي وديما نطلال ليه فيه وربي علم على هادشي اليوم غدا اليوم غدا بدأت يقول لي ما نبقى اوش سكني احدى وليديك وليديا اللي طي يحمل قيمتهم وكرمتهم وقلب عليهم الطبيب وعير فيهم فاش كان قوليه انتا اللي درتيت يقولي انتا السبا وتستاهلي عزي نحواجنا نحواجنا ثلاثين كيلو متر بعاد على البلاسة في انتا نخدمه ومعا ما عندوش البترمي يوميا تخيلوا معايا سنوصلوا الثلاثين كيلو متر في الصباح ونبقى قرسنا عند ماما نهار كامل كنسينه باش نرجعوه لحشية اليوم غدا اليوم غدا تلوحد نهار كتليها نعيت قال لي انا نسوغا اهزا صاق وقفوا البوليس لم يمشلها مواقف دازو على خير ايام تطلح مع وليدية اللي كانوا يحترموه بزاف ويتتعاملوا معاهم زيان ورغم ذاك شليدار قرسنا غادي نهار فرحانين عشرين عصبين ماشينا المغرب طرش ما قدام خوته بزقة عليها كي غوت عليها وما تعتنيش اعتبار ما فهمش كيفاش كنت عميه وخليتو دير فيها هاتشي كامله ذاك خوته جا عرس بنتا صفت لها مليون قبل وشيت لها هدايا دهاز غير من الماركات العالميين وفاش هبطت لعندهم في برسمة تفرح بيه لتك تقلب علي اخوها عمار بودينا سمعتها كتقول ليه هي اللي كتتقلبك عليها ومشيت عندها قلت لعفك اختي ما تقوليش هاد الهضراء ومن اليوم ما بقت ما بيناتنا حتى شي حاجة من ذاك النار تسنيت على حياتي للجاحين بهذا الهضراء رجعنا في حالنا لبلادنا دار عملية على دارو ووقت معاه زيتو بسناني سلفت وتكلفت لدرجات بكها وقال ليه عماري مضنيت انه نطيح ونلقاك معي اربع شهور وانا هزاه بالطوالة ديالو وبدوش ديالو بماكنت بكل شي عاوت سعى وثاني رحلنا من الدار لكن اللي كنا فيها وكنت كان عاونو على كل شي وذلك التصرفات الغبية ديالو مع والدي بقاها هي هي قال ليه غاد ينطلقوا الدار وغاد يمشي نقصو في المغرب واحد شوية حتى نبره ادبام عندنا مش مصاريف قلت ليه اذا تلقنا الدار فين غلقوها مرة اخرى قال ليه اذا رجعنا نقصو مع ماماك حتى نلقوها انا كنت كان زعفو في كل شي قلت ليه وخا اللي بغيتي سامعا وطاعة مشينا المغرب وهذا المرحلة الاخيرة بالضبط غادي نخليها الغداء ان شاء الله لانها صادمة نهايتها باينة خصوصا النورة اذا ما دار شي حل رأسها شي روحها غادي تساق فتتما ونخلي لكم شوية تشويق من هنا الغداء ان شاء الله غادي تضموا في النهاية كيفاشا ذايرا فضمتم في راية الله وحفظه تلقوا غداء ان شاء الله وسلام سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة